كما هو واضح النشاط ملحوظ لرئيس التونسي وقرارات بالجملة ترى ما هي أهم هذه القرارات وكيف استقبلها الشارع التونسي نعم ياسر القرارات في أكثر من جبهة وفي أكثر من قطاع في الحقيقة ربما ما استقلصناه ليلى من كلام رئيس قيسي سعيد هو حديث مهم جدا ولقاء هام جدا كان له مع سمير مجول وهو رئيس منظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وهو بمثابة منظمة أرباب الأعمال ورجال الأعمال في تونس تحدث بصراحة كبيرة في الحقيقة وكشف عن أرقام هامة قال أن 460 شخص نهبوا أموال البلاد وهم مطلبون بـ 13500 مليار من المليمات التونسية قيسي سعيد الرئيس التونسي تحدث مع سمير مجول ووجهه وكشفه بالحقيقة على هؤلاء الانضمام من الحاضن الوطني وعلى هؤلاء المساهمة في التنمية الوطنية في البلد أيضا كشف عن العديد من الخروقات الأخرى وملفات الفساد الأخرى ونوستيصد لها مثلا تحدث عن موضوع الفصفات نعلم جيدا أن الفصفات هو أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي وهو معطل منذ ستة أشهر لأسباب كان يجهلها التونسيون قال أن هناك من يتخف وراء الحصانة فيما يتعلق بتعطيل الانتاج في ملف الفصفات وفي ملفات أخرى في الحقيقة هذا ربما أهم قرار يعني خرج به الرئيس قيسي سعيد اليوم وهو تحدث إلى رئيس منظمة رجال الأعمال أو اتحاد رجال الأعمال وبالتالي قد تكون هناك ارتدادات كثيرة لهذه القرارات للرئيس قيسي سعيد في جانب آخر فيما يتعلق بقطاع الصحة وهو قطاع هام جدا وحيوي في تونس حيث أمر بتركيز غرفة عمليات يتشرف عليها الصحة العسكرية ويتم ربما يعني إيكال المسؤولية على هذه الغرفة لقيادة من وزارة الداخلية حتى تكون هناك شفافية في هذا القطاع الذي ذاق تونسيون ذرعا منها أيضا موضوع آخر لا يقل همي عن هذا وهو إيقالة المدير العام للتلفزيون الرسمي تونسي بعد نبس في الحقيقة حدث اليوم ومحاولة ربما لإثارة بعض الجدل ولكنه أقال ربما المشرف على التلفزيون الرسمي في تونس رئيس قيسي سعيد الغارب أنه ماضي قدما في هذه الإصلاحات وتحظى هذه الإصلاحات بالكثير من الاستبشار في صفوف الشعب تونس هنا كان السؤال في الواقع القرارات في اتجاهات مختلفة ومتعددة لكنها في نهاية المطاف متصلة بحياة المواطن التونسي بشكل كبير لذلك رد فعل الشارع مهم أن نرصده صحيح ياسر صحيح الشارع يعني هو في حيرة إيجابية إنجاز التعبير وإنجاز اللفظ في حيرة إيجابية أنه لم يتعود على القادة التونسيين خاصة بعد ثورة الرابع عشر من يناير بمكشفة شعبهم بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا الوضوح وبمثل هذه الشفافية الشارع مستبشر لا شك دون جدال الشارع مستبشر بمثل هذه القرارات بل ويطالب الرئيس التونسي قيسي سعيد بالمضي قدما في تطبيق هذه القرارات نحن ننقل نبض الشارع عندما تتحدث إلى أي مواطن يعني في مختلف الشرائح الاجتماعية يقول أنه مستبشر بهذا الكلام يعني الناس ربما لا تصدق مثل هذه القرارات الآن ربما الناس تقول نحن في حلمة وفي شيء من هذا القبيل ولكن هناك حالة استبشار شعبية هائلة لهذه القرارات ولكن يبقى السؤال عن مدى تطبيق هذه القرارات وهذه الإجراءات وربما الإجراءات اللاحقة أكيدا هناك إجراءات لاحقة دون شك خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة وجب أن نغفل هذا الجانب زميل ياسر هناك مطالب كثيرة في صفوف الشعب التونسي وفي صفوف الشارع التونسي بضرورة محاسبة كل من أذنب في شأن هذا البلد وفي هذا الشعب إن كان ذلك على المضمار الاقتصادي والفساد المالي أو أيضا على المضمار السياسي كالإرهاب وكتفشي الإرهاب وتفشي العديد من الظاهر الأخرى وبالتالي استحقات كثيرة في انتظار الرئيس قيس سعيد وربما الشارع ينتظر الكثير ونحن نراقب هذه التطورات السريعة في تونس شكرا جزيلا مراسل الغد بلال مبروك